بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخزروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين ينتقيان بينهما برسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من يوم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جواري المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجم ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم وفي شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسمطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شهر من نار ورحاس فلا تنقصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماء فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الجنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أتى أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطاء ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دوني ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان